السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بك وطلاب ثلاثة سنوي هنكمل مع بعض شرح الفصل الرابع وصلنا عند المكسف الفيديو بتاع المكسف من اهم الفيديوهات في الفصل الرابع لاني الطلبة كلها بتشتكي منها بس ان شاء الله بعد الفيديو ده هتلاقي المكسف معك سهل جدا وتعرف تحله بس لو انت ركزت معي في الكلام اللي انا هبدأ فيه في البداية الفيديو بتاعنا النهاردة يبقى جزئين جزء الاولاني هنعرف يعني اي مكسف لان حاجة اول مرة نعرفها الجزء الثاني هيبقى دايرة الطيار المتردد اللي فيها مكسف نفس الفيديو ده هو نفس الفيديو اللي فات بالزبط بتاع ملف الحس نفس اللي خناف ملف الحس هناخده في المكسف بس هنعرف الفرق ما بين لي اتنين فلان انت كنت تفاهم الفيديو اللي فات هتفهم النص الاخير بتاع الفيديو ده سهل جدا بشارة انك تكون فاهم يعني مكسف اللي احنا هنشرحه في البداية. بس قبل ما نبدأ اريد تدعم القناة ونكتشارك الفيديو ده مع زمائلك عشان الكل يستفيد وتشجعنا ان احنا نستمر بازن الله ويلا بينا نبدأ في البداية كده يعني مكسف المكسف هو هرسمه لك كده زي ما انت هتشوفه او ده الرمز اهزة عاماتهم بتاعه استبله البطارية بس القطبين ادى сама وانه شبه البطارية فتحط في المية كده ان المكسف لما تيجي تعملوا في اي مسألة بتعملوا بطارية بالزبط يعني ايه اكنه بطارية بالزبط يعني هو فرق الجهد بتاعه ده فرق الجهد بتاع المكسف هو هو زي ما يكون عندك بطارية وليه فرق جهد بتاع بطارية اللي هو بس دي هيبقى لها قانون شوية مختلف عن اللي اللي هي اي على الار هنا لها قانون اللي نجيبه هنشوف هيجي منين الوقتي طيب المكسف عبارة عن ايه عبارة عن لوحين زي دول كده معدنيين ليهم مساحة مقطع معينة ما بينهم مسافة معينة طيب مساحة المقطع هنسميها مسلا ايه وفي مسافة ما بين اللوحين دول اسموهم دي المسافة اللي ما بينهم دي مش مسافة فاضية او هي ممكن تكون فاضية المهم ان هي المسافة دي فيها مادة عزلة ايه المادة العزلة دي ممكن تكون هوى او اي مادة تانية الهوى اقل المواد اللي بتستخدم في المكسفات عشان العزل بتاعها قليل شوية فبنقرن بقية المواد دي بها ففي الاغلب بتحط مادة ما بين القطبين دول او الطرفين او اللوحين باسمها مادة عزلة ما بين اللوحين دول كل مادة عزلة بيقاليها حاجة اسمها سابت العزل بتاعها يعني ايه سابت العزل بتاعها ده احنا انا اعرفه كمان شوية. المهم ان فينا مادة عازلة. نقول بقى تاني المكسف لحين معدنيين بينهم مادة عازلة. ده باختصار خالص اوه. ووظفته ايه? حاجتين نواب يخزن الطاقة على شكل طاقة كهربية. دي اول حاجة. الحاجة التانية بيسمح بمرور الطيار المتردد ولا يسمح بمرور الطيار المستمر. الحاجة التانية دي هي الشرح بتاع المكسف النهاردة. هناخد المكسف لما وصلين مع طيار المستمر ايه اللي هيحصل? ولو طيار متردد ايه اللي هيحصل? وليه بيسمح بالمستمر? وليه مش بيسمح بالمتردد? بس قبل ما ندخل بقى في الكلام ده عاوزين نتكلم شوية عن المكسف ده. المكسف وبرضو كالعادة المذكرة او الملزمة بتاعة الفيديو ده نفس الملزمة اللي بشرح منها هي اللي هتلاقيها معك في الفيديو في اللينك تحت وهمشي معك في الشرح بنفس الترتيب. ناقصنا بعد كده ساعة المكسف. ايه هي ساعة المكسف. ساعة المكسف دي الحاجة اللي بيتميز كل مكسف. يعني لو جبتي اتنين مكسفين كده تلاقي الحاجة اللي بيتميزها عن ده ساعة بتاع المكسف بتاعته. طيب ساعة المكسف ده التعريف التاني اللي احنا عايزين ناخده احنا اخدنا المكسف يعني ايه? ساعة المكسف بقى يعني ايه? ساعة اللي هي كباسيتي سي الرمز بتاعها سي. التعريف بتاعها هي النسبة بين الشحنة اللي موجودة على القطبين بتوع المكسف الى فرق الجهد بين الطرفين دول. تاني ساعة المكسف هي للتعريف بتاعها من القانون بتاعها. ساعة المكسف هي النسبة بين الشحنة المتراكمة على اللوحين بتوع المكسف الى فرق الجهد بين الطرفين بتوع المكسف. طيب ايه الوحدة القويس بتاعتها? وحدة القويس بتاعتها هي الفراد. اول حرف منها اسمها فاراد. ايه تعريف الفراد هتقول له ساعة المكسف. اه تمر به شو احنا واحد كولوم عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه واحد كاي تعريف بنعرفه. طيب الحقيقة بقى المهمة اللي احنا عاوزين نركز عليها هي ايه? العوامل اللي بتتوقف عليها ساعة المكسف. العوامل التي تتوقف عليها ساعة المكسف اللي هي سي. هتروح تجري على القانون ده وتقوم ايل ان السي بتتناسب طرد مع الكيو. والسي بتتناسب عكسي مع البي. هنقول الكلام ده غلط. ليه? ساعة المكسف هي بيقول لك يا دي حاجة بتميز كل مكسف. طب بنجيبها منين? النسبة ما بين الكيو على البي. يعني النسبة ما بين الكيو على البي دي مقدار سابت بيساوي ساعة المكسف. يعني دول الساعة لا تتوقف عليهم ولكن هم اللي بيتوقفوا على الساعة. يعني ايه? لو في مكسف ساعته مثلا خمسة فراد. فبالتالي لازم النسبة دي تكون خمسة. فلو مر واحد كولوم او لو فرق الجهد مثلا عشرة. فهتلاقي هنا هيمر خمسين كولوم. لو فرق الجهد بقى مية هتلاقي هيمر خمسمائة كولوم. فالنسبة بين الرخمين دول بيبضلوا يطايروا عشان يخلوا الساعة المكسف سابتة. اما ايه العوامل اللي بتتوقف عليها بقى السي? هم التلات حاجات اللي بتونفو بتتوقف على مساحة المقطع علاقة ارضية. يعني كل ما بتزود مساحة المقطع اكيد كل ما يبقى عليها شحنات اكتر اكيد كل ما الساعة بتاعته هتكون اكتر. ده حاجة بديهية جدا. الحاجة التانية المسافة اللي ما بين اللحين بس علاقة عكسية. والحاجة التالتة هي حاجة اسمها ثابت العزل الرمز بتاعها اسمها ثابت العزل لها كل مادة عزلة لها ثابت عزل يعني اللي هو النسبة بين العزل بتاعها والعزل بتاع الهواء. دي التلات عامل بتوع ساعة المكسف. دي بتفكرنا بالزبط بحاجة زي ان المقاومة بتساوي في على اي. بس قلنا لا تتوقف على فرق الجهد ولا شدة الطيار ولكن بتتوقف على المادة والطول ومساحة المقطع. دي بالزبط كده ساعة المكسف. مش بتتوقف على الكيو والفي. لا ده الفي والاي والكيو والفي دول لازم يفضلوا سابتين او النسبة بينهم سابتة عشان يديلنا نفس الساعة او نفس المقاومة. اما المقاومة والساعة دي حاجة بتتوقف على نوع المادة فلا تتغير الا بقاليها قوة دفعة كهربية ده قطب سالب وده قطب مجب ودول القطبين بتوع المكسف اللي بحصل ايه لو اول ما بتوصل المكسف مع مصدر مستمر اللي بحصل ايه لما بنوصل البطارية او المكسف مع بطارية اللي بحصل كالعادة فيه الكترنات بتخرج من القطب السالب ده الكترنات سالبة بتمشي دوقيته ما توصل للقطب ده فبتتراكم عليه شحنات سالبة. فلما تتراكم الشحنات السالبة على القطب ده بتولد مجال كهربي. طيب شحنات سالبة هتعمل ايه في القطب التاني? هتجذب ليها الشحنات المجابة وتطرد الشحنات السالبة. فده هيسيب الشحنات المجابة بتاعته. وهيطرد الشحنات السالبة اللي هي الالكترونات. اللي كان الجاية من البداية اساسا. وتوصل للطرف التاني بتاع البطارية. فهتعتبر الرمز اللي قدامك ده بالزبط اكنه كده بطارية ده قطبها سالب وده قطبها مجاب. تمام كده? احنا قلنا المكسف نشوفه هو اكنه بطارية. زي ما دي فيها طاقة وطلعها لنا ده برضو بياخد طاقة كهربية بيخزنها عنه وبعد يبيني تطلعها تاني. فده يعتبر زي ده. قلنا الشحنات السالبة جات له خلت القطب ده سالب وبالتالي القطب اللي اصاده موجب. الشحنات السالبة كملت المسار المقول لك بتاعها يعني كده اللي احنا بنقوله ان هو بيمر طيار لحظي. يعني ايه لحظي? يعني هو كده كده لازم فيه طيار يطلع. لازم طيار يمشي عشان الشحنات توصل للمكسف اساسا. يعني ما تتخيلش ان المكسف ده اول ما تحطه في الدايرة ما فيش طيار بيمشي. لأ هو الطيار بيمشي عشان اساسا بعد كده يتراكم عليه وبعد كده يقطع الطيار. يعني هو بيقطع الطيار المستمر بعد لحظة دمانية معينة. طيب بعد كده اللي هيحصل سالب. يعني اتخيل ان ادي بطارية اول ما صارينها في الدايرة. سالب موجب. موجب سالب. يعني الاتنين دول كده ايه? عكسة بعض. لو انت فاكر بقى الفصل الاول اتنين عكسة بعض فانت بتقول الفي بي الاولى. ناقص الفي بي التانية اللي هي هنا عندنا الفي بتاع المكسف. تمام كده? المفروض بتطرح الاتنين دول من بعض. طيب ايه اللي بيحصل بها عندنا في الدايرة? اللي بيحصل ان الشحنات السالبة بتيجي هنا. وبعد كده بتطرد الشحنات السالبة من الطرف التاني واللقى شحنات موجبة. بتعمل فرق جهد ما بين الطرفين دول. فرق الجهد ده بيبدأ من الصف رضاية يفضل يزيد 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 بمرور الوقت. كل ما الطير ماشي عملا يعبي هنا شحنات سالبة يطلع شحنات موجبة ففرق الجهد بيزيد. ما بين القطب السالب والقطب الموجب لغاية. اما في مكسف بتوصل لل في باتاري. فبالتالي هتطلح تطرح الفي بي واحد نقص الفي بي اتنين اللي هي تعتبر واحد برضو لانها بساويها هتديك صفر. يعني هي تديك صفر يعني بالزبط عندك بطاريتين متساويتين في قوة دفع كهربية وعكس الاتجاه. الاتنين هيتطلعوا طيار نفس الطيار فالاتنين هيلاشه بعد. فبالتالي يقطع الطيار الكهربي. الطيار الكهربي مش بيقطع من البداية. في البداية تاني نقول من البداية خالص. اول ما بتوصل الدايرة في المفتاح الطيار بيمر. بيراكم شحنات السالبة على احد طرفي المكسف وبعد كده الشحنات السالبة على الطرف ده بتولد مجال كهربي. يجزب الشحنات السالبة او المجابة هو سلب فيجزب المجاب ويطرد الشحنات السالبة فهتكمل المصاري المغلة بتاع الطيار. طيب بعد كده اللي هيحصل اللي هيحصل بعد كده الشحنات السالبة. دمرور الوقت هتكتسب. بتزيد الشحنات السالبة والشحنات المجابة. طيب يحصل فرق جهد ما بينهم. فيه شحنات اللي عندك في طرف ومجابة في طرف. بيفضل يزيد الفرق في الجهد. يزيد الفرق في الجهد. يزيد يزيد الغاربت. اما يوصل فرق الجهد بين الطرفين بتوع المكسف الى الطرفين بتوع البطارية. اللي اتنين سوا بعضها تترحل من بعض يديك صفر. فبالتالي محصولة القوات دفع كهربية في الدايرة بتساوي صفر. فبقى انقطع الطيار القهربي. وده كل اللي احنا قلناه ده لو قال لك علل الطيار المستمر. المكسف لا يسمح مرور الطيار المستمر. هتقول التعليل ده. وفي تعليل تاني هناخده في اخر الفيديو ده خالص. اللي هناخده بعد كده بقى المكسف في دائر الطيار متردد. نيجي بقى بعد كده اللي عندنا مكسف متوصل مع مصدر متردد. احنا عارفين ان المصدر المتردد الطيار بتاعه بيطلع بالشكل ده كده. يعني في الجزء الاولاني موجب الجزء التاني سالب. الربع الاولاني بيزيد. والربع التاني بيقل. وبعد كده بيزيد. ده بيزيد عشان الناس اللي بتقول بيقل. وده كده بيزيد. او بيقل. ده الطيار المتردد. ايه اللي هيحصل نفس اللي كنا بنعمله في الطيار المستمر هو بالزبط اللي هتعمل هنا عشان الناس اللي بتقول ده هنا عكس هنا هما الاتنين واحد بس انت اللي بتقاش واخد بالك. فركز معي. زي منخلنا في المستمر ناخد في ده. وزي ما انا قلت لك بتعتبر ان المكسف ده بطارية زي الفصل الاولاني لو عندك بطاريتين زي بعض يبقى في الاتنين مع بعض عادي لو هم عكس بعض بتشحن. في واحدة بتشحن التانية الكبيرة بتشحن الصويرة. لو الاتنين بيسوا بعض بتترحل من بعض يديك المحصلة بصفر. تعال بقى نشوف هنا اللي بيحصل. في نص الدورة الاولاني. او خلينا ربع وعلى بعض كده نص. النص الاولاني بتبقى الاشارة مسلا ان الشحنات طالع لك سالبة. ده في النص الاولاني كله. فاول ربع اللي بيحصل ان ده المكسف كان لسه صفر يعني فرق الجهد بتاعه ما نيجي نرسمه. في مكسف. كان بصفر. الزواجة اما الشحنات السالبة جات له بتتراكم على الطرف بتاعه. بتولد مجال الكهربي بيجزب لها الشحنات السالبة. بيجزب لها مجابة. وبعد كده بيطرد السالبة توصل وتكمل الدورة بتاع الطيار. طيب فرق الجهد بتاع المكسف زي ما احنا قلنا في الطار المستمر نفس الحكاية بيبدأ من الصفر بيبدأ اللي تراكم عليه الشحنات بتزود فرق الجهد دي دي زي دي زي لغاية ما يوصل للبكام العزمة بتاع البطارية او المصدر. فده نفس الكلام هيفضل يزيد لغاية ما يوصل للمصدر. يعني النقطة دي عندها ال VB هي 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 ال VC او V مكسف. طيب ده كده النفس اللي كان في المستمر بالزبط. بس قلنا في الحالة دي بيبقى عندك. ده لو اعتبرتها مصدر وبرده ده سالب وده موجب. وده سالب وده موجب يعني اللي اتنين عكس بعض لانك ماشي سالب. وبعدين موجب وهنا هتيجي كده موجب وبعدين سالب يعني عكس بعض يعني بتطرح. فالتنين بيسوا بعض يعني هتطرح. فالمفروض المحصلة بتسوي صفر. ده زي المستمر بالزبط. طيب ايه اللي يحصل هنا بقى? اللي يحصل هنا ان احنا قلنا في روبع الدورة الاولاني كان بيزيد. لا يتم وصل للقيمة العظمى والي اتنين بيسوا بعض عند القيمة العظمى. المفروض لو فدر زي بعض بتطرح هيساوي صفر. بس اللي بيحصل ان ده هيبدأ يقل للمصدر بيبدأ يقل تاني. يعني ايه المصدر هيبدأ يقل? يعني في البداية المصدر كان قيمة عظمى قد كده. والمكسف صفر. فالمصدر ده كان بيفضل يدي للمكسف. يدي للمكسف. لو ايطم المكسف بيتمالى. الاتنين بقى وقدى بعض كده. بعد كده المصدر بيبدأ ايه ال. فالمكسف معه كتير وهو المصدر كان يديله في البداية. فاكيد المكسف هيخلي عنده دم يعني ويدي للمصدر تاني. فشوية شوية للمكسف حاويشهم معه هيديهم للمصدر. فبالتالي هيحصل تفريج للمكسف. فبدل ما كان عمال يشحن في البداية. اول ما يلاقي المصدر بدأ ايه ال هيقوم ايه اللي انا اخلي عندي دم شوية بتديله شوية الطاقة اللي انا خدتهم منه تاني. فهينا عبقى عندك في الربع الاولاني بيحصل شحن وفي الربع التاني بيحصل تفريج. بسبب ايه? ان المكسف او المصدر بدأ يقل في الربع الدورة التاني. طيب نص الدورة بقى التاني احنا كده اخدنا اول ربعين. النص التاني بتاع الدورة اللي بحصل ان المصدر هنا عمل ايه? عكس اتجاه وهنا كان في الجزء الموجة بنزل في الجزء السالب. هنا هتعكس اتجاهك. يعني اقول شحنات مجابة. هتوصل للكوتب ده تتراكم عليه تقول للمجايا الكهرابي. اجزب لها الشحنات السالبة. ويطرد الشحنات المجابة. فهتوصل للطرف التاني للبطارية. والطيار يكمل حكايته ونرجع للحكاية بتاعتنا هنا. آآ المكسف كان صفر لما هما اللي اتنين قاعد يشحن البطارية لغاية مبلغها المكسف راجع صفر تاني. فالمكسف كان صفر فبس بما الطيار او البطارية عكست اتجاهها وبقت اجيب شحنات مجابة يبدأ يشحن بس شحنة عكس الشحنة الاولانية. كان في البداية كان بشحن سالب بالوقتي يبيشحن موجب. فهتلاقيه ياكس اتجاهه هينزل لتحت طول ما هو بيشحن. لغاية اما يوصل برضو للكونة العظمة ويستوي المصدر هيبقى بصفر وبعد كده يبدأ يفرج تاني لما المصدر يقل فهتلاقيه يعمل بالشكل ده كده في الجزء ده كان شحن برضو. وجزء ده تفريق. هتقول لي تحت ازاي شحن? لانه كان صفر وبقى بيزيد القيمة بتاعته ولكن في عكس الاتجاه. زي ما ده احنا هنا قلنا ده بيزيد وده بيقل. هنا ده برضو بيزيد مع انه بينزل لتحت. لانه كان صفر وبعد كده بقى بيقد قيم بس في عكس الاتجاه. ده كده موضوع المكسف والشحن والتفريق بتاعه. سهل جدا ما فيش فيها اي مشكلة. ممكن يجي لك السؤال انك تشرح الحكاية دي كلها بس الاسرة دي بقت قليلة. وبيجي لك جزئية منها. طبعا ما يجي لك جزئية منها تبقى اصعب ما يجيبها لك كلها. مش للي فاهم ده للي حافظ طبعا. لانه بقى حافظ عشر سطور عايز يروح يلزقون في الامتحان. لو سألته في كلمة في النص ما يعرفهاش. ممكن يسمع لك برضو من الاول الاخر. فلو نصح حافظ اللي بيسمع من الاول الاخر ده. مش هيدي له الدرجة اكيد يعني. الحاجة التانية. ده كده جزء الاولاني من الفيديو اللي زي ما احنا قلنا نتكلم عن المكسف. هو ايه? وطيار مستمر معه بيعمل ايه? وطيار متردد معه بيعمل ايه? الجزء التاني نفس الجزء اللي خدناه في ملف الحس. بس هنقارن بقى الفرق من ملف الحس والمكسف. بس هنخلي الجزء التاني في حلقة تانية عشان الوقت بتاع الفيديو عشان تفهم الجزء ده الواحده كده. بس قبل ما اخلص هزود لك بقى معلومة بما اننا هنكمل الفيديو الجاي. المكسف بيجي في عليه مسائل كرشوف. يعني بيجي في مسألة كرشوف. مسلا ان انت متعود عليها بتاع الفاصل الاولاني بتلاقي ما ده تخلك فيها مكسف. زي ما جدت في امتحان اظهر قبل كده. لما بيجي لك مكسف لو انت فهمت الكلمتين اللي انا بتقوم لك دول انت هتحل بمزاجك. او هتحل بالنفسك. يعني من قبل ما انا اقول لك هتعمل ايه? كل اللي انت هتعمله هو المكسف هو هو بالطريق. يعني مش هتفرق اي حاجة. فبالتالي فرق الجهد بتاعه احنا عارفين القانون من احنا حافظينه ان السي بتساوي الشحنة على فرق الجهد. فبالتالي فرق الجهد بيساوي كيو على سي. فاللي هيحصل مسلا لو انت بتاخد المصاري المغلق بتكتب مسلا في بي واحد زائد او ناقص فاللي هي بتاع المكسف هي بتاع المكسف فبتكتب بس ده كده اللي انت مبتقي تحله في كيرشوف. هنشوف بات طبعا سئلة زي دي في المراجعة بازن الله. بس انا بفكرك عشان لو قابلك سؤال زي ده في اي كتاب او اي حاجة وان كانت قليلة في الكتب. بس هي كمعلومة عاوزك تفهمها انت مفروض فهمها من اللي انا قلتو لك انك تعتبرها كبات طرية بالزبط. طيب هتقول لي انا ما عرفش وهيبقى موجب ولا سلب. مش هم ما تعرف هو موجب ولا سلب خدها موجب طلعت لك الشحنة في الاخر سلب يبقى عكس الاتجاه. طلعت لك موجب يقول انت اتجاهك صح. فالموضوع بالزبط هو اكله بالطرية. اعتبره بالطرية مهملة القبين. زي ما انت ما بتبقاش عارف اتجاه الطير فين. بتفرضه حاجة. ولو طلع لك موجب يقول انت فرضته صح. طلعه سالب يقول انت فرضته ولط. ده كده كل حاجة عن المكسف. اتمنى انك تكون فاهمها? اي حاجة مش فاهمة يا ريت تسأل على الفيديو ده بسرعة فقرب قبل ما الفيديو التاني ينزل عشان اجاوبك عليها. شوفكم الفيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.